مساء الخير ديما هل ستحبس ديما صادق لمدة عام؟ أولا مساء الخير أرتفع الاستضافة طبعا أنا ما بقبل بهذا قرار خاصة هو بمس بحرية الصحافة بحرية التعمير وهو قرار ظالم بكل مقييس فطبعا أنا ذاهب للإستقناف ولكن هي مشكلة مشكلة أنه اللي حدث هو سابقة خطيرة جدا على حرية الصحافة والتعبير بلبنان طبعا معروف أنه يمكن من القشرة القليلة اللي بعد موجودة بلبنان وحافظت عليها هذه الدولة الصغيرة هو الحرية الإعلام بحرية الإعلامية والحرية بالمطلق اليوم في قرار غريب عجيب بأنه أنا أحبس لعام لأنني أدنت موضوع يعني أدنت العنصرية أنا اللي تم حبس يعني أو في قرار من الذي يريد الانتقام من كديمة؟ يعني هذا القرار هذه الدعوة هي من قبل طيار الوطن الحر ورئيسه جبران بسيل جبران بسيل هو الذي تحديدا يعني أكثر من تم التصويب عليه بثورة 17-20 أكثر من هتف ضده وطبعا أنا كنت من بين مئات أكثر لبنانيين اللي عم بيهتف ضده وطبعا كان بما أنه هو يعني حزبه كان بالحكم من خلال دي أس الجمهورية دي أس من شلعون فطبيعي كان هو الهدف الأساسي لانتقاداتنا فهو اليوم هو اليوم هو اليوم رفع هذه الدعوية حرية التعبير في لبنان هي المستهدفة ديما أم ديما صادق على وجه التحديد وتابعناك لك حملات قمت بشنها على حزب الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على التير الوطني الحر لا طبعا حرية التعبير هي المستهدفة بالنهاية فرد أنا بالنهاية شخص من خلالي يراد إصار رسالة بأنه هذا التجرؤ على هذه الشخصيات السياسية على هذه المحظورات السياسية ممنوع فهي رسالة من خلالي لكل اللبنانيين ولكل المرشدين ولكل الصحفيين ولكل اللبنانيين بالعموم يعني ما ننسى أن اللبنانيين منذ ثلاث أربع سنوات قاموا بإتفاضة جدية جداً تطب كل الطبقة السياسية والطبقة السياسية لتذال يعني تعاني من تروما ما حصل في 17 تشرين وبالتالي هي بدأت تحصن حالها من أنه هذا الحدث ما يرجع يصير وتحصنه من هذه الرسائل اللي عم تبعتها نعم حملات سابقة شنت عليك بألفاظ ربما لا نستطيع أن نذكرها هنا عبر الهواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بأكثر من فيديو يعني كيف تقرأين هذه الحملة عليك سواء كان من قبل بعض العناصر التابعة لمن يعادون ديما صادق لمواقفها السياسية على ما يبدو وهذا القرار اليوم من قبل المحكمة في بيروت فعلا فعلا أنا اليوم أهمني أن أحول القضية مش لخاصة فيه ما بدل أحكي عن شخصي أنا تعرضت لكثير من الحملات وغيري من الصحفيين تعرض لكثير من الحملات ولكن اللي حاصل اليوم هو يهدد يهدد شيء أساسي في لبنان يهدد شيء أساسي بالهوية اللبنانية وبرجع بقول أن هذه رسالة أو هذه محاولة تحصين للطبقة السياسية محصن نفسها من أنه ما يرجع يصير اللي صار فيها بسنوات 2019 وال2020 وأنا تم حملية الهجوم علي لسبب أني أنا مثلي مثل كثير أيضا ممتعدة كنت من حكم ميشيل عون من حكم التيار الوطن الحر اللي هو أيضا كان حليف حزب الله في تلك الفترة فبالتالي في كثير انتقادات عم نوجهها لأتيار الوطن الحر لحزب الله ولكل الطبقة السياسية ككل نعم ديما بالنسبة للقضاء اللبناني هل تعتبرين اليوم أنه الحكم جائر القضاء مسيس والحكم أيضا سياسي؟ طبعا الحكم سياسي بدليل أنه يعني ما صيرة أنه بيقضحوا زم بيقضحوا زم حدا ينسجم سنة مش مألوف هالشي غير مألوف يعني لأي حدا بيعرف الوضع في لبنان أو تاريخ الصحافة في لبنان أو تاريخ المحاكم في لبنان غير مألوف أنه بنقد بيقضحوا زم تكون العقوبة سجن فهذا الشيء مستغرب مش بس مني مستغرب من القضاء استغرب هذا الشيء كثير من المحاميين من القضاء من الصحفيين من السياسيين زهلوا للحكم فالحكم واضح يعني لما يكون هالقد غريب وعجيب خاصة أنه في شيء يعني في شيء مشدون في هذا الحكم ألا وهو أنا عم بنتقد عم بنتقد ضرب مواطن لبناني من ترابلس من قبل التيار الوطني الحر عم قول هذا هذا فعل عنصري اللي ضربوه اللي ضربوه ما حدا حاكمهن حاكموني إلي لأنه عم قول هذه عنصرية أيضا القرار يشمل تجريدك من الحقوق المدنية ماذا يعني ذلك؟ يعني ما يعني ليه من تجريدي من حقوقي المدنية معنا أنه في كثير إشياء أنا في كثير إشياء في كثير وظائف ببطل فيني مارسة في كثير حقوق ببطل فيني اكتسبها لا لا خطيئ يعني هذه كارثة للأسف هل تواصل معك أحد من الصحفيين في النقابات المختلفة تدعيم موقفك القانوني في خطواتك المقبلة جهات سياسية مثلا؟ لا ما في شك أنه كان في استنكار واسع جدا جدا يعني كل الصحف اللبنانية العريقة من جريدة النهار إلى كل يعني كل الصحفيين المخضرمين في لبنان استنكروا هشي كل المواقع مواقع الصحافة البديلة أيضا استنكرت وتضامنت بشكل كتير كبير بالمناسبة كل أحزاب السياسية تقريبا استنكرت من قوات الإبنانية لتيار المستقبل للنواب المستقلون للنواب التغييريون في فعلا يعني أنا فعلا أريد أن أشيد بحالة التضامن للإستنكار الكبير جدا وهذا يعني هذا لا يخصني هذا يخص يعني هذا لأنه حرية التعبير في لبنان في خطر بكل تأكيد نتمنى لك التوفيق في استئنافك والخطوات المقبلة الزميلة الإعلامية دي ما صادق كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر